بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أبناء الطلبة سنقوم بإنجاز هذا الفيديو الذي يحمل عنوان الجداء السلمي لسنة الثانية ثانوي رقم التسعة أنصح بشعبات العلوم التجربية والتقنية الرياضي والرياضي حيث قال P مستوي منسوب إلى معلم متعامد ومتجنس OEG قال و M عدد حقيقي قال وليكن γاما M مجموعة النقط M XY من المستوي التي تحقق لنا هذه المعادلة هي X مربع زايد Y مربع ناقص 2MX ناقص 1 يساوي السفر قال بين أن من أجل كل M من R فإن γاما M دائرة يطلب تعيين مركزها ونسف قطرها ثانيا قال بين أن جميع الدوائر γاما M تمر على نقطتين يطلب تعيينهما يعني نقطتين ثابتتين قال عين المجموعة التي تمسحها النقطة أوميغا مركز الدائرة قال غاما M لما M يمسح كل الأعداد الحقيقة R ثم قال رابعا عين المجموعتين غاما صفر وغاما واحد معناه هنا يعني لما M يأخذ صفر وم يأخذ واحد إذن لننطلق على بركة الله في الحل المفصل إذن ننطلق الآن في السؤال الأول للإجابة على سعيدة نكتب هنا واحد البرهان أن ماذا أن أوميغا M دائرة مهما كان ماذا M ينتمي إلى R حتى تفهموا جيدا لاحظوا ناتي أبنائي بهذه المجموعة النقطة التي أعطيت لنا هذه المجموعة النقطة وليس بالضرورة دائما دائرة لكن هو قال برهن إذن أكيد سوف تكون دائرة نحن نعلم أن معادلة أو مجموعة النقطة التي تكتب من هذا الشكل X مربع زائد Y مربع زائد A X زائد B Y زائد C يساوي السفر هذه متى تكون ومتى تكون ومتى تكون يعني إما مجموعة خالية أو نقطة أو دائرة إذن نعطيها الكتابة للمميزة تصبح لنا هكذا وهي X زائد A على 2 الكل مربع زائد Y زائد B على 2 الكل مربع تساوي لنا دقيق هنا تساوي لنا A مربع عفوا إذن A مربع زائد B مربع على 4 ناقص C هذه الكتابة الآن من هو الذي يحدد هذه مجموعة النقطة هو هذه القيمة إذا وجدناها مجابة تماما فإنها دائرة نس قطرة هو الجذر هذه القيمة ومركزها أن تعكسوا هذه القيم فقط تعكسوا إشارتها ركزوا إذا وجدنا هذه القيمة سالبة مجموعة خالية إذا وجدنا هذه القيمة تساوي السفر فإن مجموعة النقطة هي النقطة أعكسوا هذه القيمة إشارتها وهذه فقط تلك هي النقطة تعالوا الآن ونطبق على مثالنا هذا وتصبح لنا X والA هو ها هو أمامكم انظروا الآن هو ناقص 2M تصبح لنا ناقص 2M على 2 مربع زائد هنا أصلا لا يوجد لنا B إذن بما أن لا يوجد الـ Y معنا نضع هنا ناقص صفر مربع يساوي الـ A مربع ها هو الـ A إذن تصبح لنا 4M مربع زائد 4 قلت أم مربع زائد صفر لأن الـ B صفر على 4 ناقص والـ C ها هو ناقص واحد مع الناقص سبح لنا زائد واحد تساوي إذن بما أن هنا ذهب هذا تبقى لنا الكتاب هكذا وذهب هذا مع هذا فتصبح لنا تساوي أن A مربع زائد واحد وـ A مربع زائد واحد مهما كان مهما كان إنها قيمة مجابة لأن هنا لو وضعنا أي عدد وربعنا يصبح موجب ونضيف له واحد يصبح لنا موجب تماما إذن لهي A مربع زائد واحد موجب تماما مهما كان A ينتمي إلى R إذن بما أن مهما كان A ينتمي إلى R فإن هذه القيمة موجابة إذن نقول ومنه ومنه غاما M هي ماذا؟ هي دائرة دائرة هذه الدائرة نصف أولا نصف قطرها R إذا سميناه R M نسبة إلى الوسيط M هي جذر تلك القيمة اللي هي M M مربع زائد واحد قلت M مربع زائد واحد ومركزها أوميغا M نسبة إلى الوسيط M النأتي أولا إلى هذه القيمة هنا يمكن أن نحذف هذه مع هذه كما أشير تصبح الكتابة هنا مكتوبة ناقص M هكذا يعني X ناقص M مربع زائد Y ناقص صفر مربع يساوي لنا ماذا لو يعني نقوم هنا بحث هذه نكتب يساوي لنا مثل ما وجدناها ركزوا جيدا نكتبها إذا نسبة لنا M مربع زائد واحد الآن قلنا ما هو مركزها المركز يقول قاعدة أوميغا يساوي لنا ماذا ناقص A على إثنان وناقص B على إثنان الآ ها هو أمكم انظروا الآ ها هو لهو قلنا عفوا الآ ها هو أعذروني الآ ها هو كما أشير لهو تصبح لنا ناقص إثنان آم والناقص يصبح لنا زائد على إثنان يذهب هذا مع هذا ما نصبح لنا آم كما قلت أعكسوا إشارة هذه فقط أعكسوها هنا كم نعكسوها إذن تصبح لنا ناقص هي كانت ناقص أم تصبح آم وهنا عندنا الصفر يبطى هو هو الصفر إذن واحد فقط يا أبناء ناتي بعدها إلى السؤال هنا مهم جدا بين أن جميع الدوائر غاما أم تمر على نقطتين معناه لو جئنا إلى دائرة هنا مثلا ودائرة مثلا هنا ودائرة مثلا هنا لاحظوا ودائرة مثلا هنا تكبر كثيرا إذن يريد أن نثبت أن كلهم تتقاطع في نقطتين فقط مهم تغير الآم إذن هنا أكيد سوف نجد معدلة المتغير فيها هو آم لكن ليس له تأثير إذن نكتب هنا البرهان أن ماذا أن مهما كان مهما إذن يمكن حتى هذا الرمز يقرأ مهما مهما كان آم ينتمي إلى آر فإن فإن جميع الدوائر عفوا جميع الدوائر جميع آم تمر من ماذا تمر أو تتقاطع تمر على نقطتين على نقطتين يريد أبناء أن نجد لهم إحداثيتهم أركزوا أولا نأتي بهذه المعادلة التي أعطيت لنا هذه وركزوا معي هنا يعني سوف نحل معادلة ليس مجهولها الإكس والإقر كما أعتقد البعض لا إنما مجهوله يصبح وهذا آم لأنه قال مهما كان آم ركزوا لو نأتي بهذه القمة إلى هذا المكان فقط يقول أحدكم تصبح زائد لا ما زلنا في طرف واحد تصبح لنا إكس مربع زائد إقراج مربع ناقص واحد قلت لا تقول تصبح زائد ما زلنا في طرف واحد لأن الطرف ثاني ها هو ناقص ماذا إثنان آم إكس يساوي الآن متى تنعدم هذه العبارة إذن تنعدم هذه العبارة إذا كان هنا دائما قلت من هو المجهول المجهول هو الآن في هذه ليس الإكس والإقراج كأنما نصبح إكس صفر وإقراج صفر وإكس صفر هكذا كأنما قيم ثابتة من هو الذي يتغير لنا الآن ينعدم ثناء حد أو كثير حدود إذن عدمت معاملات حدوده معاملات حدوده يعني تنعدم إذا إذا وفقط إذا لاحظوا إذا كان إكس مربع زائد إقراج مربع ناقص واحد يساوي صفر معنا هذا الجزء يساوي صفر و وكلمة وفي الرياضية هي التقاطع وهذا القيمة هذه القيمة هي ناقص إثنان إكس يساوي صفر يقول أحدكم كيف يا أستاذ قلت لكم اعتبروا أن هذا هو المتغير لأنه قال مهما تغير الآن تلك الدوائر تتقاطع في نقطتين مستقلتين أو ثابتتين الآن نأتي إلى المعادلة الثانية ماذا تصبح لنا تصبح لنا إكس يساوي صفر على ناقص إثنان تصبح لنا إكس كم يساوي يساوي صفر على ناقص إكس تصبح لنا صفر زائد إكس مربع ناقص واحد يساوي صفر أنقل هذا إلى هنا فماذا ينتج ينتج لنا إكس مربع يساوي واحد أي إكس يساوي جذر واحد وهو واحد أو إذا سمعنا إكس واحد إثنان يساوي ناقص واحد فتصبح لنا ما هي تلك النقطتين يا أبنائي النقطتين نقول ومنه جميع الدوائر لهي هذه الدوائر قام أم تتقاطع أو تمر على نقطتين ثابتتين هما إذا سميناها أم واحد أم واحد الإكس كم الإكس ثابت صفر والإقلاق هو الواحد أم إثنان هي النقطة الثانية اللي هي الإكس ثابت والإقلاق ناقص واحد فقط يا أبنائي نأتي بعدها أبنائي إلى عين المجموعة التي تمسحها النقطة أوميغا مركز الدائرة أوميغا أم لما M يمسح إذن نكتب هنا تعين المجموعة التي تمسحها من هي التي تمسحها أوميغا يمكن أن نقول هنا أوميغا M لما مركز من هي هذه أوميغا مركز الدائرة غاما أم لما ماذا أم تمسح كل الأعداد طبي الحقيقي هي R نحن نعلم ماذا لاحظوا نقول لدينا أن أوميجا أم اللي هي مركز تلك الدائرة أوميجا اللي هي غاما أم قلنا هي أم وماذا وصفر تحدثنا على هذا إنها أم وصفر لاحظوا هنا جيدا أبنائي لو نأتي الآن إلى المعلم وانظروا ما هي جمعة النقاط هذه سوف أرسم أمامكم هنا معلم ها هو المعلم وانظروا بأم أعينكم على ماذا نتحصل إذا قلنا هذا محور فواصل وهذا محور التراتيب هنا من هو الشيء الذي يتغير هو الفواصل الفواصل تتغير حسب قيم آن أما التراتيب هنا ثابتة لما تكون التراتيب ثابتة اللي هي كم ليه هنا إجراج يساوي صفر أما هنا الإكس كم يساوي الإكس يساوينا أم لاحظوا جيدا إذا قلنا الإجراج كم يساوي يساوي صفر والإكس يساوينا نمضة أم من هو القيمة التي ثابتة لاحظوا سوف أريكم نقطة نقطة الإجراج يساوينا صفر إنها هذه هي إجراج يساوي صفر انظر كل هذه القيم هي إجراج يساوي صفر مهما تغيير الآن تخيلوا النقطة مثلا لو أخذ الآن مثلا سفر تخيلوا صفر تكون النقطة هنا تخيلوا مثلا الإكس الآن لو أخذ واحد تصبح النقطة هنا لو أخذ إثنان هنا لو أخذ ثلاثة هنا لو أخذ أربعة هنا لو أخذ خمسة هكذا تخيلوا أن أخذ القيم السالبة كذلك ها هي ما هي مجموعة النقطة التي أنشأها هذا أم لما أميجا أم لما تغير الآن على R انظروا هل يمكن أن تكون في هذا الموقع لا يمكن لأننا قلنا الذي ثابت هو الإجراج والإجراج يساوي النصف معروف إنه محور الفواصل أما هذا الفواصل هي التي تتغير إذن الفواصل التي تتغير إذن ماذا يمكن أن نقول على مجموعة النقطة نقول مجموعة النقطة لما ماذا لما لاحظوا جيدا هو قال إذن مجموعة النقطة التي تمسحها نقول مجموعة النقطة إذن المجموعة التي تمسحها ماذا أميجا أم مركز الدائرة عفوا جاما أم لما أم يمسح ماذا أم قلنا يمسح أر لاحظوا لما أم مسح كل هذه كل هذه القيم ماذا صنع لنا صنع لنا مستقيم إذن فإنها مستقيم ذو المعادلة الكثير منكم يقول إكس يساوينا أم لا إنما إيغراج يساوينا لأن لو قلنا أم أم هنا يصبح لنا كأن جملة متغيرة لا نريد جملة ثابتة لهي مجموعة نقط يصبح لنا إيغراج يساوينا صفر لأنها لما تغير صنعت لنا هذا المحور وهذا المحور ما هو هو إيغراج يساوي صفر الذي هو محور ماذا الفواصل إنه في حالة استثنائية هو محور الفواصل يقول أحدكم يا أستاذ وإذا جاءت مثلا هذه الأوميغا أم إحداثيها أم وثلاثة فنقول مجموعة النقطة هي إيغراج يساوينا ثلاثة هو المستقيم إيغراج يساوينا ثلاثة لماذا لأن جاءت لو جاءت هنا مثلا إيغراج يساوي ثلاثة هنا تصبح من هو الإيغراج ثابت أما الفاصل هي للتتغير تتغير هنا تتغير فتصنع لنا هذا المستقيم الذي أريكم إياه هنا باللون الأزرق إذا مجموعة النقطة لما أم يمسح إيغراج هي المستقيم إيغراج يساوي الصفر فقط يا أبنائي نأتي بعدها أبنائي إلى عين المجموعتين إذا نكتب هنا تعين المجموعتين يعني يريد منها ماذا معادلتهما نحن قلنا في تلك أوميغا أم أصبحت كتابتها لتلك الدوائر تصبح لنا قلنا إكس ناقص أم الكل مربع زائد إيغراج ناقص سفر الكل مربع وقلنا أنها تصبح لنا تساوي لنا تساوي لنا المربع وهي وجدناها أم مربع زائد واحد هذه الكتابة التي أصبحت إلى كل الدوائر من غاما غاما آن ها هي أمامكم الآن ما علينا الآن أبنائي إلا شيء اسمه التعويض حسب قيمة غاما التي أعطيت لنا هنا قال غاما كم سفر إذا نعوذ هنا بسفر لاحظوا نعوذ هنا بسفر ونعوذ هنا بسفر فتصبح لنا أم ناقص سفر مربع عفوا أم ناقص سفر مربع وهو إكس ناقص سفر مربع وهو يصبح لنا إكس مربع زائد إيغراج ناقص سفر مربع وهو إيغراج مربع يسوي لنا واحد هذه غاما سفر دائرة هذه لاحظوا ذات ماذا المركز المركز هو سفر و سفر وهذه هو النقطة أو ثم نأتي الآن لما غاما كم يأخذ يأخذ لنا واحد نعوذ هنا بواحد ونعوذ هنا بواحد فصبحنا ماذا صبحنا اكس اكس ناقص واحد الكل مربع زائد ايغراك ناقص صفر الكل مربع يسوينا اثنان هذه ما هي هذه غامة اثنان حيث هذه اعفوا هذه غامة واحد حيث هذه ما هي نسقط اوميغا ماذا اوميغا واحد يمكنكم لهم واحد مع الصفر ونش قطرها كم يسبح لنا جذر هذه القيمة اللي هو جذر اثنان هكذا حتى تتعلموا يا ابنائي وهذه الدائرة جاما صفر مع جاما واحد يتقاطعان في النقطة التي ذكرناها اللي هي ام صفر مع الواحد وام إذا سمينا ام واحد ام اثنان هي صفر مع ناقص واحد وإذا قمتم برسمها سوف تجدون يتقاطعان في تلك النقطتين التي أجبنا عليهم في السؤال السابق وفي الأخير أبنائي وبناتي الأعزاء أتمنى قد استفدتم من هذا الفيديو كما أرجوكم لا تنسونا بالدعاء لنا بالصحة والعافية والترحم على رحمة الطاهرة كما يمكنكم زيارة صفحة على الفيسبوك ليصفحة الأستاذ نور الدين ليصلكم جديدنا باستمرار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته